السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم أحبابي وأصدقائي أبطال سنة أولى معكم مستر سعيد بدوي ومعانا الدرس الثاني من الوحدة السابعة الخروف الأحمق الخروف الأحمق درس الثاني الخروف الأحمق الخروف الأحمق خرجت الأغنام إلى المرعى مجتمعة لكن خروفا كان يسير وحده الأغنام كلها خرجت إلى المرعى مجتمعة يعني مع بعض لكن خروفا كان يسير وحده الخروف ده كان يسير وحده الأغنام كلها مجتمعة وهذا الخروف كان يسير وحده ناداه الكبشو الكبشو يعني هو خروف كبير يعني زي ما تقول كبير الخراف وقائد الخراف ناداه الكبشو لا تبتعد ناداه الكبشو لا تبتعد رد الخروف لا شأن لك بي ملكش دعوة بي ملكش صالح بي ملك صلاح لا شأن لك بي أستطيع أن أدافع عن نفسي ابتعد الخروف عن القطيع الخروف ابتعد وفجأة رأى ذئبا كان يختبئ خلف الشجرة خلف شجرة ابتعد الخروف عن القطيع الخروف بعد أوي وفجأة رأى ذئبا ذئب هذا الذئب يختبئ خلف شجرة فرح الذئب عندما رأى الخروف وحيدا فهجم عليه فهجم عليه وحيدا لأن ما فيش حد من الخراف الأخرى سوف يدافع عنه أفهم النص أجيب طبعا قرأنا النص وفهمناه سوف نجيب على الأسئلة التالية أين كانت الأغنام تسير؟ كانت تسير إلى المرعى مجتمعة ماذا قال الكبش للخروف الصغير؟ ولماذا؟ الكبش قال إيه للخروف؟ وقال له كده ليه؟ الكبش قال له لا تبتعد ليه؟ حتى لا يتعرض للخطر يعني حتى لا يتعرض الخروف الصغير للخطر وهو يمشي وحده قال له لا تبتعد ليه؟ حتى لا يتعرض للخطر وهو يمشي وحده يعني بعيدا عن القطيع أين اختبأ الذئب؟ ولماذا؟ اختبأ الذئب وراء الشجرة اختبأ خلف شجرة ليه؟ ليهجم على الخروف الصغير ليتربص بالخروف الصغير ويتحين الفرصة حتى يهجم عليه ويأكله ما رأيك في الخروف الصغير؟ رأي فيه أنه خروف أحمق هو خروف أحمق لأنه لا يستمع إلى نصح الكبير أنمي لغتي أصل الكلمة بالصورة المناسبة أصل الكلمة بالصورة المناسبة المرعى فين المرعى هنا؟ هذا هو المرعى الكبش أين الكبش هنا؟ هذا هو الكبش القطيع أين القطيع هنا؟ في الصور دي القطيع ده هذا هو القطيع مجتمعة 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 في المجتمع ألاحظ وأقرأ خرجت الأغنام خرجت الأغنام الأغنام خرجت من الحضيرة شجرة شجرة لا شأن لك بي أستطيع أن أدافع عن نفسي لا شأن لك بي أستطيع أن أدافع عن نفسي أستثمر النصة أفكر لماذا فرح الذئب عندما رأى الخروف؟ لماذا فرح الذئب عندما رأى الخروف؟ فرح لأنه سوف يفترس الخروف الصغير ويحصل على وجبة لذيذة وسهلة فرح لأنه سيفترس الخروف الصغير ويحصل على وجبة لذيذة وسهلة ترى ماذا حدث للخروف الصغير؟ أكله الذئب أكيد الذئب أكله لأنه لم يجد من يدافع عنه أتخيل أنني رأيت الذئب يختبئ خلف الشجرة أتخيل أنني رأيت الذئب يختبئ خلف الشجرة والخروف الصغير يقترب ماذا سأفعل؟ هعمل إيه؟ لو لقيت هذا المنظر الخروف لوحده والذئب يختبئ خلف الشجرة أعمل إيه؟ سوف أحاول أن أدافع عن الخروف الصغير أحاول أن أنقذ الخروف الصغير وأطرد الذئب ما استطعت وأنقذ الخروف الصغير أحاول كالمثالي أحاول كالمثالي الخروف خافة خاف الخروف الخروف خافة يعني دي جملة إسمية لأنها بدأت بإسم خاف الخروف دي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل خاف الخروف الزئب هجم الزئب إسم هجم فعل الذئب هجم هجم الزئب الأغنام تسير تسير الأغنام الأغنام تسير تسير الأغنام وتسير هنا فعل أيه؟ فعل مضارع أما هجم فعل ماضي أبحث أجمع صور حيوانات تأكل اللحم أجمع صور حيوانات تأكل اللحم هو جايب لي الذئب من الحيوانات التي تأكل اللحم وأجيب أنا صورة مثلا أسد صورة أسد وأيضا أجيب صورة نمر النمر يأكل اللحم صورة فهد تشيتا صورة فهد صورة الدب أيضا يأكل اللحم التمساح أيضا يأكل اللحم وهكذا ننتهي من تسجيل هذا الدرس ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وشير ولايك للفيديو عشان يعمل خير وتدعمنا ومع أطيب وأجمل وأحلى وأرق أمنياتي ودعواتي لكم جميعا بالتوفيق والنجاح والسداد والفلاح والسلام عليكم ورحمة الله مع تحياتي مستر سعيد بدوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة